أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على أن الاستثمار في العنصر البشري والطاقات البحرينية الواعدة هو الرهان الأضمن لترسيخ قواعد تنموية مستدامة تدفع قدما بالإنتاجية والكفاءة في مختلف الأجهزة الحكومية تحقيقا لتوجيهات جلالة الملك المفدة نحو جعل المواطن في قلب أهداف برامج التنمية الشاملة وقال سموه أن العطاء المخلص للكفاءة البحرينية وتميزها عنصر محوري في تشكيل ملامح العديد من مبادرة التطوير لتحقيق أهداف التنمية مؤكدا سموه التجريع على كل ما من شأنه رفض قدرات الطاقات الوطنية الشابة وإمكانياتها في مختلف المواقع جاء ذلك لدى لقاء سموه مع منتسبي الدفعة الثانية من برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية والقائمين عليه في قسل الغيبية حيث اطلع سموه على تجربتهم في البرنامج والمشاريع التي يعملون عليها وأثنى على ما أبه من التزام ومسؤولية في الإيفاء بمتطلبات البرنامج وحرصهم على تطوير ما يمتازون به من قدرات عالية عبر الخبرات التي يكتسبونها في البرنامج ليعود ويثروا الأداء في مواقع عملهم بعد انتهاء فترة انتدابهم في البرنامج وأوضح سموه أنه ومع قرب اتمام البرنامج لعامه الثاني ومع فتح الباب للتسجيل للدفعة القادمة منه فإن التفاعل الذي لقاه يعتبر مؤشرا إيجابيا على إقبال الشباب البحراني على إثبات استحقاقهم لاختنام الفرص لتخيق طموحاتهم والإسهام الفاعل في مواصلة الارتقاء بنهضة الوطن نحو أفق أرحب من الإنجاز والمكاسب ونوه سموه بروح العمل والجدية التي أبداها منتسب برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر في دفعته الأولى والثانية معربا سموه عن تطلعه لاستقبال دفعة جديدة من الشباب البحراني الطموح ليستفيدوا من هذه التجربة التي حرص القائمون عليها أن تكون صيغة متكاملة من التطوير المهني والتدريب مع توفير معرفة أشمل بجوانب العمل الحكومي وأهمية التكامل بين جميع عناصره وشكر سموه القائمين على البرنامج على جهودهم ومتابعتهم الحثيثة لتحقيق أهدافه معربا سموه عن ثقته في أن ما بذلوه لإنجاح البرنامج سيظهر أثره في المخرجات التي ستتبلور على المدى الطويل متمنيا سموه المزيد من النجاح للبرنامج ليكون نموذجا يترك بصبته على المستوى الشخصي المشاركين وعلى المدى الأوسع في الإسهام في تطوير مستوى الأداء الحكومي ورفضه بعوامل التنافسية والتحفيز على الإنتاجية من جانبهم أعرب منتسبوا البرنامج عن شكرهم وامتنانهم للقاء سموه والاستماع لتوجيهاته تواصلا لما يحضون به من متابعة ودعم سموه في إطار البرنامج مؤكدين على ما يشكله البرنامج من تجربة فريدة ونوعية ومنصة هامة للتطوير المهني يعتزون بها ويعون به ما تشكلهم المسؤولية نحو تقديم المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن إذ منحهم البرنامج حافزا قويا للإسهام بفعالية من خلال مواقع عملهم في عملية التنمية الشاملة للوطن عبر ما هيئه لهم من فرصة للتطوير والتدريب المكثف برنامج طور مهاراتي في البحث والتحليل من خلال المتابعة اليومية للتطورات العالمية والمحلية وأيضا تواجدي مع زملائي المشاركين في البرنامج من مختلف جهات الحكومية اكتسبت خبراتهم ووجهة نظرهم المختلفة بالنسبة لي وأطمح بعد البرنامج أن أضيف إلى جهة عملي هذه المهارات والخبرات التي اكتسبتها في البرنامج وكان لنا الشرف اليوم أن نجتمع مع صاحب السمو الملكي ولي العهد وذلك لإطلاع على مشاريعنا النهائية في البرنامج ونقبل أنها تكون إضافة لتعزيز وتطوير العمل الحكومي بما يخدم البرنامج على الحكومة والرؤية الاستراتيجية في مملكة البحرين تعلمنا في برنامج النائب الأول على وضع حلول فعالة للتحديات التي نواجهها في العمل لمجارات التغيرات المتسارعة والإبداع في التفكير اجتماعنا اليوم مع صاحب السمو الملكي ولي العهد كون مثمر ناقشنا مع سموه مشاريعنا النهائية والتي إن شاء الله ستشكل مساهمة من الشباب لوضع بعض الاقتراحات للتطوير والتنمية في المملكة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة